صرح الدكتور أحمد نحسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بأن إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالحكومة الجديدة جاء نتيجة تحمله لمصاعب وتحديات كبيرة داخليا وخارجيا مرت بها مصر اقتصاديا وسياسيا بأداء تميز بالكفاءة والتجرد والنزاهة وطالب أمين تنظيم الجيل الدكتور مصطفى مدبولي بأن يراعي في تشكيل الحكومة الجديدة اختيار وزراء سياسيين إلى جانب التكنقراط من أصحاب التخصص نظرا لما يتمتع به السياسيون من قدرة على التواصل مع رأي العام والقدرة على مراعاة جوانب القرارات خاصة الجوانب الاجتماعية والعمل على تحقيق مصالح المواطن